شنت طائرات روسية ضربات جوية على أحياء مدينة درعا ومنطقة غرس جنوب سوريا بعد انتياء هدنات الثمانين وأربعين ساعة التي تم الاتفاق عليها بضمانات أمريكية روسية وأسفرت الضربات عن قتل وجرح عدة أشخاص يتذلك تزامنا مع قصف مكثف من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض على أحياء درعا